الموضوع عشان برضو اللي ملكه هيقع يبقى فيه برضو ان هو ممكن يتفرج عليه. المهم يعني. احنا قلنا هنيسم حصة بتاعت النهاردة نصين. اول نص بالنسبة لنا اول نص بالنسبة لنا ان احنا هنتكلم على موضوع والنص التاني هنتكلم على موضوع معلش يا مرام انا اصلا تعبانت شوية فسوط هتلاقي متغير بس. وكده السوط تمام معاك يا مرام. ماشي. خلاص يبقى نسمى للحصة النهاردة اول جزء هنشرح فيه زي ما بقول لكم وهنحل المتحن اللي عليه وبعد يكون نشرح نحل المدرك زي ما اللي عليه مش هنشرح شرح اللي هو كاول مرة تسمعوه. ولكن احنا نراجع ما راجع ايه سريع كده على كل درس اللي معاكم في الامتحان هما تلت دروس طبعا لو انا بتكلم على يعني كلمة او معنى كلمة الاخراج في المكانات الحية ان اي كان حي موجود على الطبيعة يقدر يخرج من جسمه دي يعتبر بس كنا متفقين ان انا عشان اقول كلمة على اي حاجة لازم اناقول ان المادة دي تعدى على معنى عن نفس ازاي ما هو. يبقى ما دخلش جوا جسمي فلده لا يعتبر ايه? لا يعتبر ايه. ماشي تمام? احنا قلنا ان الحيوانات مثلا بتطلع مية وسانيكوسيتكاربون من جسمها وغالبا بتطلع المية والسيوتو بيطلعوا عن طريق. انما اللي هي اليوريا والامونيا واليوريك اسد. دي هي المواد اللي هي الفضلات بتاعت البروتين. شاكزوا في النقطة داشة مهمة. دي فضلات البروتين. يعني اي اي كان حي بيأكل البروتين لازم ان يطلع حاجة اسمها لازم ان يطلع مراكبات فيها فيها النايتروجينية. وان Heute يقيم ما تكون امونيا يا ام اكون يوريا ام اكون. والامونيا دي كان الحقيقي اللي بيخرج الامونيا هي هي اللي يعتبر الحيوانات اللي هي المائية زي مثلا الاسمائي city الها الاينسان. احنا لما بنتي ناخش الحمام كده وننزل ما نزلotte ده حاجة اسمها خلاص تمام? اليوريك اسد ده بيتخرجوا بقى ما زل مين الانسكس والريبتايلز والبيرد للطيور والزواحة في الهي والحشرون. خلاص تمام? طيب. ايه بقى ايه اعضاء الاخراج سواكمة الانسان او في الحيوان? عندنا اعضاء الاخراج والليفر والكيدني والسكن. هنبدأ نتكلم اول حاجة طبعا عن الاسكن. الاسكن ده يا ولاد. واكبر ارجم موجود عندنا في جسمان. خلاص? الاسكن ده بيبقى تسمي ليه طبقتين? اول طبقة اسمها وطاني طبقة اسمها الديرمس. الابيديرمس دي بتنقسم الى طبقتين برضو. اللير اللي فوق خلاها ميتة بتتكون من مادة اسمها الكيروتين مادة صلبة جدا بتحمي بتحمي جسمانا ان يخش اي ميكروب من خلال الجلد. يعني الجلد ده حاجة احمية جدا عشان كده اللي بتقول لكم لما الجرح بيتفتح ده مصيبة لان ده مكان كده تفتح لدخول بكتيريا معنى ان الجلد سليم معنى ما فيش بكتيريا تخش ايه جوة جسمانا عن طريق الجلد لان فيه كروتين ايه حمي الجلد. ده ايه او دي خلاها ميتة. بس الخلاها ميتة دي كل شوية عملتها على نتيجة الاحتكاك ويحل محلها خلاها جديدة من اللي بيتصنحها دي هي الخلاها الحية اللي بتقعد تقول لشوية تتقاصر عشان تدي دي دي اخر جزء فيها والجزء التحتاني فيها خلاها اسمها خلاها بتفرس صبغة اسمها صبغة الميلانين هي اللي بتدي للجلد لونه. والتلك انه كل ما الميلانين زيادة كل ما كان الانسان اغمأ في اللون وكل ما الميلانين اغلد كلما ايه كلما الانسان بقى افتح في اللون دي كده اليه بالدرمس تحت الجلد في الدرمس الدرمس دا فيہ كل حاجة تتخيلها فيها وعادة لو هيا فيها عصابت عشان تحس فيه سويجلاند فيه شعر، فيه سوبيش ياس آآ كل الحاجات اللي انت تتخيلها في الجلد ما جدها تحت الدرمس. طبعا الهيرفوليك لدي بتخلي العضب اه الشعرية تقف لو تتحرك يعني دي بتطلع افرازات دهنية بتسهل خروج الشعر عشان الشعر يقدر يخرج من الجلد بسولة بلاس كمان بتخلي الشعر يعني بتخليه صوفت كده وبلايابل هتخلي الشعر يتحرك بمرونة كده ما يبقاش مع اي حركة يتقطع او يتكسر يعني ماشي تمام طيب اه عندي بقى ايه تاني عندي اه عندي اهم حاجة بالنسبة ليه الدرم اللي اسمها دي السويت جيلاند يعتبر اللي هي ده يعني الحاجة اللي بتقول الجلد اخراجي جلد اضو اخراجي بسبب السويت جيلاند يو عبارة عمنبوبة كده من تحت بتبقى من بعض من بره بتفتح في الجلد بحاجة اسمها سويت بورت فتحات عرق احنا انتظرنا ان مهفوض العرق ده بيزيد في الصيف عشان العرق ده بيقلل درجة حور الجسمينة فلما جسمينة يبقى درجة عارقة عالي انا بزود العرق عشان ايه العرق بيقلل درجة حورة الجسم. انتظرنا زي العرق بيزيد العواية مية بيحصلها بتوسع كده يعني الدم اللي بيجي كتير وابدأ اخد من الدم ده العرق وطلق العرق في شكل ايه في شكل يعني في شكل مية كده بتتبخر فيه ما بعد من على الجلد يعني. اتفاني ان لازمة نكون نضاف ولازمة نكون بعد كل فترة عرق لازمة نستحم عشان ايه الفتحات دي ما تتقفلش ويحصل لنا مشاكل وعشان يرحل مش كويسة كلام ده كله ايه كلام سهل يعني مفروش حاجة. ولكن كده اولاد ده اول ده اول درس في الاكسكريشن. ده انا درس في الاكسكريشن نتكلم على الكليتين وعن الليفر. اول حاجة بالنسبة للكليتين انا لو بتكلم على الكليتين طبعا في اللور في الكينات اللي هي البسيطة بتبقى بسيطة خالص كده بتبقى ثن ولونجو على جانبية لكن في لاير زي الانسان لأ بتبقى ايه بتبقى حاجة كده يعني لما تشوفها طول سبحان الله في عنا تركيبها معقد شوية مورفير وتبقى موجودة وراء البريتون طبعا الكلية موجودة في البطنية ولادي مش موجودة في الرجل لكن موجودة في تلب Pend Lindsey طولها تناشر عرضها سبعة سنتي وامقها تلاتة سنتي شكلها عامل ازاي اعمل شبه الفولة كده شائد بين شيء ده بنسميه الحوض الكيلة. حوض الكيلة ده بيبداخله ارتري اسمه ده جاي من القورطة. وخارج له فين خارج له فين اسم ورينا الفين وده رايح يصب في حاجة اسمها نينفيرو виделكيبا. وخارج بقى اللي هو statt هو اللي بيجمع كليا عشان يبدأ يرميها بعد كده زي ما نشوف ثم للشارع خلص. لو هنتكلم مع الكليا الاول الكليا بتتكاوم من جزء خارج اسمه كورتكس وجزء داخل اسمه ايه المضالة. طبعا الاكبر فيهم هو المضالة. المضالة اللي هو هشغل تلات اربع عصرا للكليا عبارة عن ايه مضالة? التركيب اي اي كليا سواء كورتكس او مضالة بيها بتتكاوم من حاجة صغيرة جدا اسمها النيفرونز. النيفرونز ده اولاد كل الكليا فيها مليون نيفرونز. عشان كده الانسان عنده كليتين فعنده. النيفرونز ده عبارة عن حاجة اسمها بومنز كابسول ثم فرست كول تيوب ثم وعندنا كزا نيفرونز مع بعض كده بيبدأوا يتجمعوا ويصوبوا البول بتاعهم في حاجة اسمها النابيب المجمعة او النابيب المجمع يعني دي بتفتع بعد كده فايها اللي بتجمع البول من كزا نيفرونز. وتبدأ ترميه فيهن في طبعا الموضوع تكوين البول اصلا فكرة ان البول جاي من الدم فهنا فين الدم في الموضوع في حاجة اسمها بتبع حوالين كده هي اللي بيبقى فيها الدم اللي عايز يتفلتر خلاص بناسبة الفلترة هو البول بيتكون ازاي? اول حاجة بيحسن عملها اسمها بيبدأ الدم يتفلتر. طب مين اللي بيخش يا مستر جوة الانبيب دي? كل حاجة تتخيلها معادة والبروتين. حاجة مهم كبير ما يعدوش من اين? من يعني كل حاجة والفيتامينات وكله بيخش. والمية والاملاح كله بيخش على الانبيب. معادة والبروتين. طب ما كده مش كل ده هيتريمي في البول? لا. بيحصل حاجة اسمها ببدأ رجع المواد اللي هيها الحلوة اللي الجسمي محتاجها تاني للدم. زي مسلا الجولوكوس بيرجع المية بترجع العملح بترجع على حسب بحتياجات الجسم ساعتها. والله لو في عندي عملح كتير ارمية في البول. مية كتير ارمية في البول. مش عارف كتير ارمية في البول. فيتامينات كتير ارمية في البول. ما فيش مشكلة. لكن مش من الطبيعة خلص ان احنا اللي لايه بروتين في البول. ولا من الطبيعة ان احنا اللي اي خلايا زي سواء كان خلايا بلاد سيلز اه اي خلايا سواء كان خلايا بلاد سيلز او وغير يعني. تمام كده اولاد? الفرست كول دي تيوب هو البومنز كابسول هو استكن دي تيوب ده بيبقى موجود في الكورتكس. انما اللوب وفنل بيبقى موجود تحت فين في المضالة. طيب لو جينا نتكلم على التركيب الجهاز البولي بيكون من كليتين. بحاجة اسمها يوريتر. كده حالب. معك بيفتح بحاجة اسمها اليونو بلادر. واتفعنا ان اليونو بيفتح في اليونو بلادر بانكلايند بوزيشن. يعني بشكل مائل. ليه شكل مائل? عشان يمنع الباكفلو. بترك عشان اللي الملك اليونو بلادر دي بتجمع فيها البول الى ان ايه? الى ان يأتي وقت الحمام. طب. البول اللي متجمع في اليونو بلادر ده. ممكن يرجع تاني على الكلام يرد. لو رد هيبوز الكلام. فسبحان الله ربنا يوم عامل في اليونو بلادر بشكل مائل كده. يقلل الرجوع الايه? يقلل الرجوع البول. خلاص? حتى احنا طبعا نقول يا مستر طب احنا لو عادنا زمين الحمام فترات طويلة. مش هيرجع بول? هيرجع بول. عشان كده طبعا ده كترة كلها بتنصح الاميات ما تخليش الطفل يجمع بول. عود الطفل ان هو كل ما يدينه يخش الحمام على طول. عشان البول ده ينزل ما يجمعش ويرد على كده بتاع الطفل صغير ممكن يبصر. بعد كده بتفتح في اخر حاجة اليوريسرا اليوريسرا دي بتفتح في الشارع بقى ايه? الحمام على طول. فلاص كده يا ولاد تمام? طيب. عشان كده قلنا تركيب البول ممكن تلاقيه فيه مياه كتير ممكن تلاقيه فيه بعض الاملاح ممكن تلاقيه فيه يوريا ممكن تلاقيه فيه مسلا جلوكوس كتير فيتامين كتير على حسب الجسم الساعته فيه. شوية ترقام بقى عشان انا بعرفينهم. اتفقنا ان احنا كل الدم بيحصل له فالترة. لو تخلنا يا ولاد ان الدم اللي حصل له فالترة كله نزل في البول معنى كده ان الانسان عشان يعيش طبيعي ويقدر يتكافي مع الحياة. ان المفروض يشرب مية وسبعين لتر مي. آآ شهد. شوط حضراتك بتقطع. شوط بقطع يا ولاد ولا ايه? لا تمام. بتلاقي ان انت عندك يا شهد. بص يا طب بص يا شهد لو ام. لو في اي حاجة واحد انا انا مسجل مسجل ما تليش انا باركعه لك على الانت لو في حاجة واحد هتجمع معي يعني. طيب كمية الدم اللي في جسم الانسانة دي اي حد فينا عنده دم خمسة لستة لتر. المفروض الكلاه يجي لها لتر ونص احنا مفروض نقولنا لتر الاتني من عشرة لتر والتلاتة من عشرة. ما فيش مش comme لتر وربع. لو المتصد بنقول مسلا المفروض الطبيعي. لتر وربع دم يجي للكلاه في ديقه. يبقى الكلاه يجي لها كم ده دم في في اليوم يبقى نضرب اللتر وربع دول نضربهم في ستين في اربعة وعشرين. تلقوا حوالي الف وستمائة لتر في اليوم. يعني الف وستمائة ليتر في اليوم الكلا بس ده ارجان واحد في الجسم بيجيبه الف وستوتمائة ليتر في اليوم. عمال القلب بيطلع دم منه قدي. يعني الدم اللي خارج من القلب اللي روح للعضاء كلهم بيوصل ست الاف ما معناه ان الدم اللي بيروح للكلة طريبا ربع الدم اللي خارج من القلب. فدي جي كمية كبيرة مش ضويرها. فعشان كده الكلة فعلا لازم ان كلة اكتر عضو يجي له دم عشان يقدر يفلتر الدم ده كله ما يجمعش اي فضلات في اي فضلات وحشة في جسمنا. حتى بقول لي ان كل تلاتة لتر من الدم بيتفحصوا خمسمائة او ستين مرة في اليوم. ارقام ياولاد يحفظوهم بس عشان طيب. الكدني فليار ستة تلاف وربعمائة مرام القلب بيطالع ستة تلاف وربعمائة لتر في اليوم. ماشي? طيب. الكدني فليار بقى هل ممكن الناس بقى عندهم فشل كلا? طبعا عايشين معنا في وسطنا وفي كل حاجة. دول الناس بيبقى عندهم امراض معينة الكلية تصابت حصل اي مصيبة. فبدأت الكلية هي تبوز. طبعا الكلية لو بزت ده حاجة مصيبة ليه بقى? لان الويست بورداخت دي هتتجامع في جسمنا ودي حاجات سموم في الدم ممكن تبوز الجسم. بس قلتلكم ان الانسان يادر يعيش بكلية. كلا واحدة كفاية او علي عشان كده احنا ممكن نتبرع بالكلة التانية اما مش مشكلة في ناخو مش حسن اي حاجة. وعندينا حاجة اسمها اللي هو لغة اسيل الكلة. اللي بنسامير هنا. هسيل ايه كلا ده يا ولاد? هو عبارة عن جهاز باخد دم من الانسان. الجهاز ده ببقى جوا سائل يعني الفلوت ده ببقى في نفس تركيز الدم في كل حاجة مع عدل فيبدأ الدم لما يخش جوا الجهاز يبدأ من التركيز العالي في الدم للتركيز الواطي جوا السائل من غير اي مجهود من غير طاقة ولا اي حاجة هو ابدأ رجع الدم التاني للمريض بس برجعوله بعد دم نقي مفوش اي ناشيم طيب الكبد. الكبد ده فايدته ايه? وميتابوليزم. حد نفس شطر بترمل اولاني وطبعا النهار ده هو بيحول اي مادة لمادة العمينو اسد اللي بتبتاكل لو انا بكل لو انا كالت اكل بروتين شوية بيخرج من البروتين ده عمينو اسد بيحصل له عملية جوا اسمها دي عشين من العمينو اسد ده العمونيا. اطلع عمونيا دي اولاد ما يركب وحش. وحش جدا. ممكن مات الانسان. فعشان كده العمونيا دي بتتخذ عن طريق الليفر وتتحول ليوريا. وتبدأ اليوريا دي تخرج فين في الكليتين. عشان كده اقولت لكم. لو جاي لمريض عنده يعني 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 عنده زيادة في دمه اعرف على طول ان الانسان ده مريض كلا. انما لو هي اللي زيادة في دمه اعرف على طول ان المريض ده مريض ايه? مريض عنده فشل في الكبنة مش فشل كلام. ماشي خلاص تمام? طيب. الدرس التالت موضوع النبات بقى. اتفقنا ان موضوع الاخراج اصلا في النبات يعتبر حاجة مش مهمة خالص. يعني موضوع في البلاند ده مش مش موضوع زي مش ده الانسان كده ربنا خليله كليتين وخليله وخليله جلد ولنجة حاجات كتير. لكن في النبات الموضوع مش 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 مهتم مش مهمة خالص. مش مهمة خالص. ليه بقى? اولا للنبات ما بيتجمعش فيه كتير لان الريتق في كتاوليزم بتاعه تاني حاجة اي مادة بتجمع جواب النبات قادر ان هو يرجع تاني يقعد استخدامها يحاولها حاجات حلوة زي مسلا والمية بيستخدمهم في والمواد دي بيستخدمها في عملات البناء البروتين. النباتات الارضية دي بتبتع تجمع الملوكبات الوحشة جوه خلاياها في شكل يعني مش دايبة. فمتعملش هي حاجة كأن انا حطت زبالة في الخلايا بس ملاقاش اي تأسية. رابع حاجة معظم البلانت مسلا بتتخلص من الكالسيوم النباتات اللي هي موجودة في تربة جيرية ولا حاجة فيها كالسيوم كتير بتجمع كالسيوم ده في الاوراق وكده كده الاوراق بتقع. السيوتو الاكسوجين بيخرجوا عن طريق الاستوماتة فتحات موجودة في الايه? في الاوراق. المية الزيادة لها طريقين. ياما ياما الجيوتيش. بس انا هتفعل يا ولاد ان عمليات الكاربوهيدريت ميتابوليزم اشهر في النبات من البروتين ميتابوليزم. ليه الكلام ده? عشان المراكبات الوحشة اللي بتخرج من الكاربوهيدريت بتبقى عن المركبات اللي ايه? الوحشة اللي بتخرج من البروتين. فبالتالي النبات ناصح يستخدم عن طيب المياه بتخرج ازاي مستر? بتخرج يما يما ايه الفرق ما بين ايه بعد ما خلناهم بالتفصيل. دي خرج مياه بس مياه بقى ايه بكل حاجة فيها مياه بالاملاح ببتاعتها وتبقى كميتها او ليلة وتخرج الصبح بدري كده في فصل الربيع. وبتخرج عن طريق في تحت اسمها او في تحت دي دايما مفتوحة للنهار. وكمية المياه اللي بتخرج في الوقت ده بتبقى كميتها ولا ايه لو بتبقى فيها مياه بقى ملح بكل حاجة. انما بتخرج طول السنة ومن كل حتة في النبات. وعن طريق حاجة اسمها اللي هو عادي جدا. ممكن تخرج عن طريقين كمان بس هتكلم عنهم كمان شوية. خلاص المياه اللي بتخرج بتبقى بخار مياه فده بالنسبة لي مياه ناقية خالص ما تفعش اي عملاح وتخرج بكمات كبيرة طبعا. طب المياه ممكن تخرج منين? ممكن تخرج من الاستوماتا وده بس ساميه استوماتا او من طبعة الكوتين كوتين او من وده من ساميه وطبعا تعرفين ديت زي اللي هي الفتحات اللي موجودة في يعني في الاشجار الخشبية بس لكن ما فيش النباتات اللي هي الخضراء مالوش دور خالص في موضوع ده. بس احنا اتفعنا ان مين اكتر ما كان بيخرج منه المياه الاستوماتا طبعا. الاستوماتا دي بتخرج اكتر من ساميه من المياه اللي بتخرج عن طريق الاستوماتا. انما ده خمسة في المية اللي انتكر ده قليل جدا. فبالتالي اولاد معزم المياه اللي بتخرج بتخرج عن طريق الاوراق. ليه? لان معزم الاستوماتا موجودة في الاوراق. والمعزم المياه بيخرج عن طريق الاستوماتا. ماشي ايه فايدة خروج المياه? اولا انا قال درجة حرطة ايه النبات? زيها زي العرق بالنسبة للانسان. تاني حاجة ان عمليات دي تعتبر عمليات عشان يقدر ارفع المياه والاملاح زي ما اخدناها في الترمي الاولي. ماشي يا شباب كده وده هتلاقي عندكم بقى تلات تجارب بقى كده منين من الكتاب. حد عنده مشكلة وعنده اي سؤال في شطر ده حد عنده سؤال بقى يفتح اي حد عنده اي سؤال تمام يا ولاد. مستر هو حدرتك كنت قلت لنا في الانر لير ان البيجمينت صليها اسمي تاني. انا مكنش كده. ميلانوسايت. 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 ميلانوسايت بساني. كده ميلانوسايت. دي الخليل اللي بتطلع الميلانين. المسؤولة عن آآ عن لون الجلد في الانسان. اسمي ميلانوسايت. انا صفحة موجودة فاني صفحة. هي مش موجودة عندك يا مرام. هي الميلانوسايت دي مش موجودة عندكم. مكتوبة عندكو بيجمينت سيل. بيجمينت سيل. اتلع عندك في اول درس خالص شفتر الاسكن اتلع عندك ان هو بقول لك ان اللي هو اربارت بتاع اللي انا رضي يا رضي. فيها خلاص مع بيجمينت سيل. صفحة التلاتاشرة زي ما اشاهد بتقول. طيب افتحوا بقى معي كده صفحة تلاتة وستين. طبعا كنتوا اخذينهم واجب فاهمش عايزين نضايع فيهم وقت بانتوا حلتوهم. فعايزين نعرف يا رضي الا سيلة اللي هوفت قدامكم. اللي هوفت قدامه اي سؤال في صفحة ترقم تلاتة ستين يقولي بقى عليه كده. سؤال ثلاثة متى. سؤال ثلاثة. بتاع الاكسكريشن من ضمن وسال الاخراج. ار سيملر انزاب بشو واسبلانت في النباتات الخضراء. برينيه 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 الاتنين دولفت كل ده معادة طبعا معادة الانتقرر تنصباريشن اللي الانتقرر تنصباريشن ده موجود في الودي تريز مش موجود فين في الروبشوز بلانس او في جرين بلانس ناشي? تمام. اه حد عنده ايه سؤال تاني? حلته رقم واحد دي ايه? رقم واحد دي هتطلعتوها ايه? دي. دي? بتاعي بتاعي نحل رقم واحد. رقم رقم اربعة بتاعي بتاعي نسوف اربعة الاول. هوايلا ستودينت بارتسبيت انا رانينج كومبيتشن فورا ديستانس اف تمنمية متر. يكون شخص عامل اه مسابق تجاري المسافة مسافة تمنمية متر. اتوزب سرفيد عن ان كريزن هز سكين تمبرش. غيران ان هو عنده زيادة في درجة حرارة جسمه يعني في الجلد بتاع دارة حلطه عائلية. ده بسببه هل بسبب زيادة في يعني بسبب زيادة في العرق اللي بيخرج من الجلد. طبعا لو العرق زياد او في الجلد ده بالعكس درجة حرارة ايه اللي مش بتزيد. تاني حاجة يعني فتحات العرق دي مفتوحة ما ولو فتحات العرق دي مفتوحة. يعني في عرق يعني درجة حرارة ايه? هل بتاع البلاك كابلعز? ولا بتاع البلاك كابلعز? عايز اقول لك هالحاجة لأولاد احنا عندنا. في حاجة اسمها ده يعني دارة حرارة الجلد. طب ايه اللي بيتحكم في دارة حرارة الجلد الصراحة الدم. الدم الانسان. يعني دم الانسان. يعني كل مكان المكان بيجيله. مكان مسلا لو انا بتكلم على ايد عيان. كل مكان ايدي العيان دي ساعة. ساعة. يعني دلوقتي ايدي عليها كده لقيت ايدي العيان ساعة. كل ما معناه ليا كدكتور ان المكان ده ما بيجروش دم كتير. خلاص? فبالتالي انا فاهم انا كدكتور فاهم معلومة ان هي ايه? ان المكان كل مكان درجة حرارة عالية كل مكان دم كتير. الدم ده هو اللي بتحكم درجة حرارة الجسم. فهو واحد بيجري درجة حرارة عالية. يبقى معنى كده ان ايه? ان لو عاد دموية بتاعة جسمه مفتوحة فيه فيها. فبالتالي دم كتير جافج للجسم كله فبالتالي ايه? ضرية حرط الجرده بدأت تعلم. فيه ما بعد شوية هيبدأ يعرق ولما هيبدأ يعرق هيبدأ يخرج ديه? العرق بتاع ده بيرطى الجسمه وابدأ يعلم ضرية حرطه دي. فانا الاجابة الصحة لانصر رقم دي. ماشي تمام كده محمود. انا لسه اشهد انا لسه اشهد في صفحة تاتة وستين لسه. خلص بس اول جدو على كامل سوار رقم رقم واحد الاول اولاد. الو بس اتفجر الاسطرية بارتوف ترانزفيرس سيكشن انا بلانتي. انا ويتش بارت الكنسانتريشن اوف سي او تو جاز ازا ليست ان اصاني وور دي. ركزوا بقى معي في السؤال ده. بقول لك الشكل اللي قدامك ده بيمس القطاع عرضي في ورعة. ورعة نبيت. اني جزء من دوت هلاقي اقل تركيز في ساني وورم دي. في يوم مشمس دافئ. يعني فيه شامس من الاخر. طيب ركزوا معها كده. البي ده اسمه باليسيت تيشو. والدي سبونجي تيشو. والسيل السوماتة. والايه اللي هي الابديرما اللي هي. خلاص تمام? متر من الاولين يا اولاد عارفين ان الباليسيت دي فيها اه كلورو بلاست اكتر من السبونجي. او سبونجي تيشو. فبالنسبة لنا. النسبة لنا دلوقتي. ان بس عشان كده كنا بنقول ان الباليسيت خضرة اكتر منين من السبونجي دي. طب ايه الفكرة? الفكرة اولاد ان الباليسيت دي او السبونجي اللي اتنين هيعملوا عاملات بناء الضوء. يعني هيعملوا عاملات بناء الضوء ايه? يعني محتاجين سي او تو كتير. فبص الاقي في البي والدي فيه سي او تو موجود في التو تيشو عادي جدا ما فيش مشكلة فيهم. طب السي اللي السوماتة دي اولاد هي الفتحات اللي بيخرج منها السي او تو او يخش منها السي او تو. يعني طبيعي ان انا هلاقي فيها سي او تو. انما الايه? انما يا ملك البي بالي سيت تيشو. بالي سيت. والدي ده سبونجي. سبونجي تيشو. سبونجي تيشو. عشي? والسي اللي السوماتة. الايه? خلاص? بي و دي بيعملوا بناء الضوء. يعني عندهم سي او تو. والسي فتحات اللي ايه? اللي السوماتة فيها سي او تو طبعا. ده داخل خارج من خلالها. انما لايه اولاد ده بعيدة خالص عن السي او تو. اقل ما كان يبقى في السي او تو هو الابدرمال الانصر هنا ايه? انصر هنا نمبر ايه? مش دي. ماشي خلاص? ماشي دعوا بالانصر اللي ورا. ان الانصر هنا ايه? مش دي. لان اقل ما كان فعلا فيه فيه بناء ضوءي هو الابدرمال ايه? طيب. عايزين انا سؤال تاني. كده 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 صفحة تياس ستين صفحة اربعة وستين حد عايز فيها حاجة اربعة وستين. طب انا اقول لكم على الاجابات. اقول لكم على الاجابات واحنا ماشيين وماشي ما احنا اختارناها عشان نوعقل حاجة. وبقول لك يا مرم رم تقول اللي بيدرمال اصلا ما فيش فيها ما هو عشان كده احنا اختارناها يا ايه بيدرمال لك. بص معاها نمشي على اجابات كده واللي عنده مشكلة هيقول لي. اتنين البي تلاتة السي اربعة دي خمسة السي. مرم بوانتي يعني انت بتقول لي اه مش فاهمت. يعني انت عايز تقول ان الاجابة ايه ولا دي? هي اصدايا مستنى الابدرمال ليل مفهاش اصلا سي اوتو هو هنا عايز اللي فيها بس النزمة قليلة. ايوة يعني يعني ما يعني ما فيها سيوتو. فيها سيوتو بس تكميها ليلة. فيها سيوتو بس تكميها ليلة. لا. بس يعني 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 ادي لا. الايه فيها سيوتو بس تكميها ليلة. الانصر ايه? الايه فيها سيوتو بس تكميها ليلة. مش ما فيهاش خالص. هو فيه فيه خلايا نباتية. فيه خلايا نباتية تعيش من غير السيوتو. ما ينفعش. فيها اكسوجين وفيها سيوتو بيخش له وما فيش مشكلة خالص. انما اقل اللي تشو فيه هو الاي يا مرام. ماشي? ادي ادي اول حاجة الاي. تاني حاجة البي. تلتة حاجة السي. اربعة دي. خمسة السي. ماشي? حد عنده مشكلة كده في الصفحة. ستة الاي. سبعة دي. تمانية السي. تسعة الاي. حد عنده مشكلة. عنده اي سؤال في صفحة اربعة وستين. طيب صفحة خمسة وستين. عشرة السي. واحداشر البي. واتناشر السي. وطلتة اشر الايه? واربعتاشر السي. وخمستاشر السي. تعمل شوفة ربعتاشر عشان اه شهادة كانت عايزة. انا كان عايزة تلتة تلتة اشر. ماشي. يعني بلك ان العرق اللي موجود في الانسان بيختلف بيختلف ايه? عن العملات اللي بتحصل في البلانت. اولا معرفش هنشوف. هو بيقل درجة حرارة الجسم. الاتنين بيقل له درجة حرارة الجسم. الاتنين متشابين في النقطة دي. هما بيخرجوا بيعدوا على او الاتنين يعتبر عملات بيعدوا من يعني ما درجة حرارة زيد العرق بيزيدوا بيزيد صح. بي و سي و دي هما لتنين متشابين. هما لقيت كنتين منرا لسلط لا غلط طبعا. العرق. العرق اولاد. العرق في املاحة اهو. لكن انا كنت تقول لكم ان هي مية بس. بخار مية. مية بس. ما فيهاش املاحة. انهم اختلفين في النقطة دي. طيب اربعتاشر. يعني لو احنا عرفنا ان اهم فايدة العمل هو متساصل ايه? متساصل مية تاني من من التيوب. تتخيل ايه بقى من الكنات دي? ما فيهاش ام عندهمش نيفرون. بالعقل كده يا ولاد اي كان من دول مش هيستفيد من متساصل مية تاني? يعني بالنسبة له ان هو مش عايز يرجع مية تاني لجسمه. هنا يبقى ما عندوش اللي هي الفيران السحراء اللي عايشتها في السحراء اللي كل نقطة مية تخرج من جسمهم. تعتبر ذاتها اهمية? طبعا لا. الكنات دي فيها فيها عشان ترجع كل نقطة مية في جسمها ترجع تاني عشان ما تفقدش مية لان في الصحراء انك ما فيش مية. طيب تيور برية طب ما تيور برية على الارض عادي في نيفرون. فاش مشكلة خالص. هترجع مية. بس هيها الفكرة في ايه? الفريش وترفش. اللي هم الاسميك. السمك دي ولاد عايش حوالي مية. فهيجي يخرج مية الجسم يقوله لا لا وانا برجعه هيقوله كده ليه? كده كده لو خرج مية ما حوالي مية كتير. مش هيفرق معي عصر رجوع المية. عشان كده ما عندهمش لوب وفنن. ماشي اللي هستحيالي برضو دي صحرة وبتاع فها برضو محتاجة لكل نقطة مية. فهي الانصر السية اشاهد عشان دي عحكيانات عايشة حواليها حواليها مية فبالنسبة للوب وفنن مش مهم خالص. تمام? صفحة ستة وستين. ستاشر الاي. سبعتاشر الاسي. تمنتاشر البي. سعتاشر الاي. عشرين الدي. واحد وعشرين السي. حد عايز اي سؤال في الصفحة ستة وستين. طيب سبعة وستين اللي هما الانصر زا فولن كوتشن اللي هما الاسئلة اللي هي المقالية. حد عايز فيها اي مشكلة اي حد عنده اي مشكلة في اي حاجة في صفحة سبعة وستين. ما اخدناش المقالي واجب طب تعالوا محلو. البلا معينا انا ما قلتش انا ما اخدناش المقالية ده يا ملك انا قلت واجب. انا ما قلتش بس هو اللي واجب. انا قلت انا ده اد حد المت اشجاب اللي هو بتاع بتاعس بتاع النيورو. انا محدد في اسرامة بنقالية كمان. يعني حددت الاسرانة ان انا هنح الانحل compromised فده يعني انا محدد كله يعني النبات اللي بيعملنه الورق الشجر ده يقدر يعمل عمليات يعني يقدر يعمل عمليات او عمليات برغم ان الورق واعة لان احنا عندنا نوعين تانيين من عن طريق واللينتجر وقتها بننكس اوف وزا سكيني بدير مس لو الخلال ماتة دي جمعت على سكيني بدير مس طبعا هتقفل وهتجمع عرق وتعمل ريحة وحشة كسب ليه بصوا على السؤال ده عمليات تعتبر احنا كنا قلنا ان انتقال المادة من تركيز واطل تركيز عالي طب قال عمليات المادة بتنتقل من تركيز واطل تركيز عالي يعني مسلا الجلوكوز في الرينا هيخش الدم هو هو الجلوكوز اعلى في ميل اعلى في الدم طبعا من فعلا لما اجا ارجع تاني الجلوكوز من الرينا برجع من تركيز واطل تركيز عالي فهو اعتبر فعلا اكتف ترانسوبر اه ربزة في البيلانت تتوقع ايه نوع ترانسوبرشن ده طبعا الا يحصل لو الاستوماتة مش موجودة في مش يحصل يعني بيستجيب للمؤثرات الخارجية ده عصب فيعتبر هو الزد زد ده يعتبر هو ده العصب عندنا في الجلد طب كنتين ده بص ده اشهد اللي انت كنت عايزها هو فيها الخلايا اللي طبعاتها بتختلف من من سلالة معانا من الناس الناس تاني يعني مسلا بتوع السودان غير بتوع غير بتوع اوروبا مسلا يعني الخلايا هنا اليمين الخلايا طبعا الميلانوسايتس او اللي موجودة فين بقى موجودة في الجزء بتاع الواي الواي ده هو الجزء اللي تحت من الانر لير يعني ده كده شابتر الاكسكريشن ولا يدفع حد عنده مشكلة او عنده اي سؤال في شابتر الاكسكريشن طيب اتمنى انتم تكونوا فهمتوا الجزء ده انا انا عندي الزوم بيقفل بعد مش عارف تقريبا بعد ساعة الارابع غالبا ايه فهو فضله دقيقتين والميتنج هيفصل لوحده ودخل فيديوه فانا هفصل انا الميتنج وانا ابعت لينك جديد نشع فيه لوان الشابتر الجزء اللي هو عام عينة خلاص يا ولد تمام?